نسبة للمدارس الخصوصية والسؤال حولها هل تستحق المدارس الخصوصية الواجبات المدرسية عن أشهر الجائح الجواب هو أن هذه المدارس لا تستحق أي مبلغ عن منتصف بداية من منتصف شهر مارس إلى ما تم شهر يونيو 2020 لماذا؟ لأن هذه المدارس الخصوصية لم تقدم للتلاميذ الخدمة المطلوبة المتفق عليها مع أولياء الأمور في العقد الضمني الذي يجمع الطرفين والموقع في شهر شتنبر من بداية الموسم الدراسي قد يقول قائل على أن هذه المدارس الخصوصية لم تقدم التعليم عن قرب لضرفين قاهر تمت تلا مثلا في تفشي الوباء ووجود قرار من الوزارة للتربية الوطنية بإغلاق جميع المدارس سواء كانت عامة أو خاصة أو المعاهد والجامعات والكليات ولكن هذا الدفع لدي المدارس الخصوصية بأن هناك قوة قاهرة هو دليل ضدها وليس لفائدتها كيف؟ إذا تبتت إلى المحكمة والمحكمة اعتبرت بأن تفشي الوباء هو قوة قاهرة ففي هذه الحالة في هذه القوة القاهرة هي تلزم طرفين تلزم أولياء أمور أنهم لا يطالبون المدارس الخاصة بالتعويض عن عدم إتمام الموسم الدراسي ويقوم حجة ضد المدارسة الخاصة في كونها لا يمكنها اللجوء إلى المحكمة لتطالب بأداء الواجبات الشهرية عن أشهر الجائحة وبالتالي فعلى فرضية أن القضاء مشاف تجاه اعتبار تفشي وباء كوفيد-19 أو كورونا هو قوة قاهرة فالقوة القاهرة في الحالة تقهر الطرفان معا القوة القاهرة تقهر المدرسة فلا تطالب المدرسة بواجبات الشهرية وتقهر الأباء فلا يطالبون بتعويض عن عدم إتمام الأبناء ديالهم للموسم الدراسي وقد يقول قائل أو تقول المدرسة على أنها واصلت التعليم أو واصلت رسالتها عن طريق ما يسمى بتعليم عنبوع أفتح واحد القوص بأنه بالرجوع إلى الملف الإداري اللي به باشخدات هذا المدرسة الترخيص نهر الأول فهذا الملف الإداري ما تبناش على تعليم عنبوع تبنى على واحد المساحة معينة بشروط معينة واحد الفضاء معين يعني مشي أي مساحة تصلح لأنت أكون مدرسة واحد حضور جسدي وشخصي للطفل أو التلميذ حضور جسدي وشخصي للأطور التربوية للأطور الإدارية يعني هذه المسألة ديال التعليم عنبوع بين قوصين كنستعمل كلمة تعليم عنبوع لأن التعليم عنبوع لم أجد له سندا ولا ذكرا في جميع القرارات والقوانين المنظمة القطاع التعليم بمعنى هو واحد الفضاء بين قوصين مستحدثة تحت الضغط ديال الكوفيد التسعتاش هي شأنها شأن مجموعة من الحويج اللي وبانوا عنبوع صح عنبوع منصة أو مؤتمر عنبوع كل شيء يبان عنبوع ولكن كان شي حويج ممكن هاد كلمة عنبوع تفي بالغرض ولكن كان شي حويج لا يمكن هاد كلمة عنبوع تفي بالغرض منهم مثلا ما يمكنش الإنسان يتعالج عنبوع ما يمكنش الإنسان يتعلم عنبوع خاصة إذا تعلق الأمر بالطفل إلى حدود المستوى التنوي من الابتداء التنوي يستحيل واستحالة مطلقة أن يحقق هذا المسمى التعليم عنبوع للطفل الغاية إذن باش رجعون جاوبوا على الدفع ديال المدارس الخاصة بأنها قدمت التعليم عنها قولوا لها واش هالتعليم عنبوع كين متفق عليه مع أولياء أمور لا حتى عندما تم استحداته لأنه جاء وحد القرار عند الوزارة وقال المدارس خاصكم تواصله هذا القرار ديال الوزارة يلزم المدارس العمومية ولا يلزم المدارس الخصوصية لماذا؟ لأنه مرتبط بالأداء ديال الواجبات الشهرية اللي كتقول إن المدارس الخصوصية لا دخلة للوزارة فيها لأنه كان مفروض من المدارس الخاصة تقول للوزارة يا الوزارة أنا لا أستطيع أن ندير هالتعليم عنبوع إلا لا ضمنت لي أن الآباء يخلصوني فيه رأى ممكن تفاجأ في نهاية المطاف ويقولوا لي الآباء ومن قال لك هالتعليم عنبعد واش نشاورتين فيه لذلك لم يستشعر فيه الآباء كان على المدارس الخصوصية من اللي يبغى الضمن حقها أنها تقدم واحد الاستمارة أو واحد طلب الأولياء الأمور يوقعوا سيدي أو سيدتي رالإبن ديالك غادي يستفد معنا من التعليم عنبعد واش موافقه لما موافقش راكي لا وافقتي يلزمك الأداء ما وافقتيش لا شيء عليك ولكن باش يجي هالتعليم عنبعد غد نظر على العلات دياله أنه ما كينش وغير مؤدل أي نتيجة ويصبح مفروض على الأسار بقرار أحادي وبإرادة منفردة والناس اللي كيف ههمو في العقد شريعة المتعاقدين وتوافق الإرادتين وهذه المسائل كونها عند الناس ديال القانون كيف ههمو فيها وعندها وعندها إذن في المجمل لا يستحقوا أو لا تستحقوا المدارات الخصوصية أي مبلغ ماشي حيث ولي الأمر ما خدامش أو خدام ولو يكون قاع خدم ولو يكون موظف لم يتوقف راتبوه الشعري حتى في هذه الحالة ولو يكون صاحب واحتجارة عاد انتاعشات مع الجائحة لا يؤدي القانون يسعفه القانون معاه لماذا؟ لأن الأداء يساوي مقابل الخدمة معينة نريد أن نفتحه القوس ومثال واذا ممكن أنني أنا يأتي عندي واحد مول طاكسي مثلا ويقول لي سوف تخلصني لأنني أديتك المحمدية ونقول لي لا أنت لا أديتك المحمدية ويقول لي لا أديتك عن فعد بمعنى أنت قالت في دارك وانا نقلتها لك في الهاتف ديالك ونقول لي لا أنني لا تواجدش في المحمدية بشكل شخصي قد تقول للمدرسة وراها خسرت واحد مجموعة من الببالغ المالية من أجل تجهيز ذلك البنية التحتيات التقنية ودارت زوم ودارت الواتساب هذا الأمر كله يرجع بين البداية ديال السؤال هل هذا التعليم عن بعد كان في العقد؟ لا كانش في العقد واذا كان في المناهج البيضاغوجية شيء اسميته التعليم عن بعد؟ لا كانش تعليم عن بعد واذا المدارس الخاصة ما استعشرت الأباء وأولياء الأمور والأمهات في التعليم عن بعد؟ لا استعشرتهم لذلك اختارت بشكل أحادي فرادي هذه البدعة للتعليم عن بعد تتحمل مسؤوليتها وحدها الذي نصح به الأباء وكذلك المدارس الخاصة هي نصحة نصحة يمشيوا المحكامة تمشي المدرسة الخاصة تطالب الأباء بالأداء ويمشيوا المدارس لأولياء وآباء التلاميذ يطالبوا المدرسة بإتمام الموسم الدراسي وبالتعويض عن عدم الإتمام وباسترجاع المبلغ لأنه كان إخلال في بنود العقل وأنا داك المحكامة غدا تحكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر